السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايك وصنة 4 عاملين إيه؟ النهاردة هناخد مع بعض درس عصر الدولة الحديثة اللي هو عصر المجد الحربي أكيد سألتوا نفسكم لما قلنا عصر الدولة الحديثة اللي هو عصر المجد الحربي ليه سمناه بعصر المجد الحربي؟ سمناها عصر المجد الحربي عشان كان فيه أمجات حربية في العصر ده يعني أمجات حربية يعني فيه انتصارات ملوكهم انتصروا على الأعداء ووسعوا حدود الدولة المصرية تمام حلو جدا طب مين هم ملوكهم دول مين هم أشهر ملوك الدولة الحديثة الملك أحمص والملك حدش بسود والملك تحطمص الثالث والملك رمسيس الثاني تمام نشوف واحد واحد ونتكلم عليه أول واحد وهو الملك أحمص الملك أحمص اعتبره المؤرخون ماشي عصر أحمص ده بداية الدولة الحديثة يعني هو مؤسس الدولة الحديث ليه؟ عمل ايه؟ قال لي نجح في توحيد البلاد ايه تاني وحد البلاد بعد ما كانت متفرقة ايام الهكسوس يا ولاد طيب عمل ايه تاني كون جيش قوي للدفاع عن الدولة ضد اطماع الغزاه والمستعمرين حلو عمل ايه تاني طرد الهكسوس عفوا من مصر وتحقق انتصارات عديدة في عصر حلو جدا يبقى اعمال احمس وحد البلاد وقوى نجيش قويا للدفاع عن البلاد ضد اطماع الغزاه والمستعمرين وطرد الهكسوس من مصر وحقق انتصارات عديدة دي صورة الملك احمس الملكة حتشبسود الملكة حتشبسود اهتمت بالتجارة ونهضت بالفنون ايه هي اهم ما اعملها بناء معبد الدير البحري معبد الدير البحري ده موجود فين موجود غرب الاكسر تمام ارسلت بعثات تجارية ليه ايه لفين لبلد بونت اللي هي الصومال حاليا ليه ما هي لما ترسل بعثات لبلد بونت هيبقى ليها سبب عشان تجيب ايه ها لاحضار البخور والعاج والاحجار الكريمة مما يدل على وجود علاقات تجارية منذ القدم بين مصر ودول القارة الافريقية ايه دليلك على وجود علاقات منذ القدم بين مصر ودول القارة الافريقية يعني وان الملكة حتشبسود ارسلت بعثات تجارية لبلد بونت اللي هي ايه حاليا الصومال حاليا طيب الملكة حتشبسود بصفة عامة هي من اشهر ملكات مصر وتميزت فترة حكمها بالامن والامان ماشي واهتمت بالتجارة ونهضت بالفنو دي صورة الملكة حتشبسود الملك تحطمس الثالث الملك تحطمس الثالث من اشهر القادة في العالم القديم لانه كان عسكري من الدرجة الاولى من الطراز الاول راجل عسكري مهم جدا هو عمل اول امبراطورية في التاريخ هنشوف دلوقتي بطولاته سواء في الحرب او الاضارة كان راجل ممتاز جدا 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 تمام من اشهر القادة في العالم القديم ليه؟ شن 16 حملة عسكرية على ايه؟ على فلسطين وسوريا وانتصر عليهم في معركة مجدو تمام ادي سوريا وفلسطين تمام انتصر عليهم الملك تحطمس الثالث في معركة مجدو امنا حدود البلاد من ناحية الجنوب من ناحية الجنوب اللي هي دي لما وصل لحد الجندل الرابع تمام بنى اسطولا بحريا قويا بنى اسطول بحري قوي سيطر بيه على ايه؟ على جزر البحر المتوسط واقام اقدم واول امبراطورية عرفها التاريخ امتدت من نهر الفرات شمالا اهو الى النوبة جنوبة دي اقدم امبراطورية عرفها التاريخ عمالها مين؟ الملك تحطمس الثالث تمام؟ طيب حظيت النوبة باهتمام عظيم جدا من جانب المصريين والكدماء لاعتبارها لاعتبار اجزائها الشمالية متممة لحدود اسواق وايه تاني ياولاد؟ عشان احنا كمان عايزين نستفيد من مواردها من محاجر دايرايت وبها ومناجم الذهب تمام؟ والرغبة كمان في فتح اسواق للتجارة في مناطقها دي معلومة اسرائية بس احنا حبينا نعرفها برضو ننزود معرفتنا خلاص؟ طيب الملك رمسي ستاني رمسي ستاني دا مهم جدا 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 بس الاول نشوف صور تحطمس الثالث دي صور تحطمس الثالث من اشهر القاضة في العالم القديم نشوف الملك رمسي ستاني بقى رمسي ستاني بنى معابد كتيرة عمل معابد كتير جدا اشهرها معبد ابو سنبل ومعبد الاكسر نحت مسليات كثيرة حلو جدا طيب ده بتجانب العمارة امال عمل ايه بقى في الحرب انتصر على الحيسيين في معركة قادش والمعركة دي كانت متقصة ياولاد رمسي ستاني انتصر عليهم في المعركة وبعد ما انتصر عليهم في المعركة رح عمل معاهم معاهدة طيب انا دلوقتي منتصر حد مضطرني ان انا اعمل معاهدة لا رمسي ستاني بما انه رجل كان بيحب السلام والسلم انه ما يبقاش في حروب عمل معاهدة عشان كده ماشي لقبة ببطل الحرب والسلام ليه بطل الحرب ليه عشان هو انتصر في معركة قادش امال بطل سلام ليه عشان هو عايز يبقى فيه سلام وتسامح مع الاخرين وعمل معهم اقدم معاهدة سلام في التاريخ تمام مع مين مع الحيسيين بعد ما انتصر عليهم في معركة قادش عشان كده لقبناه ببطل الحرب والسلام طب مين هو لقب البطل الحرب والسلام في التاريخ الحديث طبعا الرئيس محمد انور السادات ما ننسهاش دي ليه لانه قاد الجيش المصري للانتصار على الجيش الاسرائيلي في حرب اكتوبر 1973 وعادة للمصر والامة العربية قرامتها وبعد الانتصار وقع معاهدة السلام مع اسرائيل اللي عايش فيه سلام وامام تمام طيب لكده احنا عرفنا ان الملك رمسيس الثاني لقبناه ببطل الحرب والسلام طب نشوف صور الملك رمسيس الثاني دي صور الملك رمسيس الثاني شايفين وبكده يكون انتهى درسينا النهاردة رسانة ربعة وشكرا واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته